النيني انا فاكر قبل كاس العلم اللي فات كان في بعض الناس بتنتقد محمد النيني واصلا محمد النيني مفيش مدرب جيل منتخب مصر اللي لما اعتمد على محمد النيني اساسي يلعب اساسي ما بيلعبش اساسي مع فرقيته هو انا معتمد عليه في منتخب مصر عشان قدرات فنية وتكتكية كبيرة جدا محمد النيني لو تفتكر قبل كاس العلم كان عنده اصابة الناس كلها كانت مرعوبة ان محمد النيني ملحقش كاس العلم عشان تبدأوا يفهموا قيمة محمد النيني بس محمد النيني بيتعرض إزاي للضغوطات اللي هي من نوعية إنه لأ محمد النيني ما بيلعبش فاهمة ده فيه أجمد منه موجود في الدولة المصري كابت حسن الحاسم مثلا في الفضاء اخينا مش واخد محمد الدغوط دي بيتعامل معها زي محمد النيني أنا ما شفتش حد في حياتي يعني بالعربة كده ياخد جازة أوسكار في التعاون مع الدغوط زي محمد النيني يعني فيه ناس كتير ممكن الدغوط يتأثر على تأثير سلبي طبعا لكن محمد النيني ما بتأثرش عليه خالص دايماً لما بنا نتكلم في أي موقف يعني فبيقول لي أنا سيب كل حاجة على ربنا وفعلاً هو يعني هو دي الجملة بتاعته المشهولة بتاعته دايما بنيقول لي كابت ناسر أما يحصل حاجة أنا زعل بحس أن أنا زعلان يعني زعلان قوي فيقول لي سيب كل حاجة على ربنا وإن شاء الله كل حاجة هتيبقى كويس وحصل معاً موقف جتير جداً سواء في أرسنال وخصوصاً في الفترة اللي كانت صعبة جداً أيام قناي إمري عما كان مسك أرسنال ومحمد النيني راح إعارة البشكتاش لكن هو دايماً بيقول أنا سيب كل حاجة على ربنا حتى في المواقف بتاعت المنتخب دي هي دي كلمته فأنا شايف أن هو بيقدر يتعامل مع المواقف بطريقة كويسة جداً ومتدرش يتأثر عليه تأثير سلبي ودي في حد ذاتها نجاح لكن في نقطة مهمة جداً أنا شايف أن محمد النيني دايماً بيتهاجم لأن مولوش حد بيدفع عنه يعني ما فيش أي لعيب في مصر سواء لعيب سواء نجم بصرف النظر عن حجم نجمويته أو حد أقل من نجم أو لعيب مش مشهور جداً لكن كل الناس بيقى فيه ناس عندها بيدفع عنه لكن محمد النيني ما فيش حد بيدفع عنه وخصوصاً أني كمان محمد النيني محبش يتكلم كتير يعني كل من الناس يقول أنا مثلاً حرد في الملعة محبش يتكلم فدايماً هو جملة دي بتعجبني جداً بيقولي أنا سيب كل حاجة على ربنا وإن شاء الله كل حاجة بتحصل خير مرة حضرت مقاطش الأرسنال في سادة الإمارات في إنجلترا كان محمد النيني في بداياته مع أرسنفينجر وكان بيلعب أساسي في مباراة قدام كريستاب بلس في الدولة الإنجليزية لما فرجت ألم حمد النيني في الملعب جيت قدام الشاشة وقلت أجمال إحنا معنا لعب عظيم جداً ليه بقى أنه من فوق وده بعد كده فاهمني ليه كل المدربين الجملة منطقة مصر كان بيعتبداً على محمد النيني لعيب اللي بيظهر لزميله لعيب اللي بيطلع الكرة صح لعيب اللي واقف صح اللعيب اللي في كل مكان في الملعب مرعف وسط الملعب دايماً لما كان حد يقول لي مثلاً محمد النيني في حد أحسن أقول له ما جماعة لأ يعني يقول كده أكيد مش فاهم كرة قوي بالضبط افرج على محمد النيني كل المدربين الأجانب كل المدربين اللي جم مع منتخم مصر اعتماد عليه اعتماد كامل ممكن كابتن حسن عايز يشوف بعض اللعبين وممكن أنا أتصور أنه محمد النيني هيبقى ليه مستقبل مع كابتن حسن حسن ما عرفش إمتى بس الناس برضو بتتعامل أنه محمد النيني بره المنتخب للأبد لا هو ممكن فترة كده كابتن حسن مثلاً له اختياراته ولا قناعاته بس محمد النيني هيبقى ليه دور الأكل هو طبعاً لو أنا كمدرب حابب أن يكون عندي العبز محمد النيني طبعاً أنهم يحتاجوا في الملعب يعني لو شفنا الموسم الماضي أن محمد النيني كان في فترة برضو ما يلعبش فيها لكن لما يحتاجوا أرتيتها كان جاهز جداً كان مباراة منشيستا يونايتد وكان دي فعلاً يعني علامة فارقة منشيستا يونايتد وكان كله تكلم عنها حتى سليبة أما جاء تكلم قال قادي محمد النيني لغاية آخر ثانية بيعمل سبرينت وبيجري إزاي وبيحارب إزاي في الملعب دي رسالة بوجهها لقناي إمري محمد النيني فنياً جوا الملعب بالإضافة بقى أن برا الملعب محمد النيني ليه يعني شغل هايل وشغل رائع جداً وده كان بيحصل مع أرسنال في كل الفترة سواء الموسم الماضي أو الموسم ده حتى دليل على كده أنه لما محمد النيني خلاص يعني مسيرة محمد النيني مع أرسنال انتهت كل الناس يعني في الوداع كلام يعني كلام رائع كلام فعلاً يدعو الفخر أنك عندك لعيب مصري أنه هو يقدر يكمل في البريمير ليج مدة 8 سنين وبعدين في البريمير ليج مش في أي حتة لأنه أنت بتلعب في نادي بحجم أرسنال فده في حد ذاتها يعني نجاح كبير كده فلما حد يجي يكلمني عن مسيرة محمد النيني أنا بيكلم بقول مسيرة محمد النيني نجح بكل المقييس رغم للناس بتشوفها أنها مش نجحة فيه فترات أنه ما لعبش لكن ده برضو طبيعي كرة كده يعني أنت مثلاً عندك كان عندك توماس بارتي عندك ديكلون رايس عندك لعيبة برضو كبيرة واللعيبة دي مدفوعة يعني يعني توماس بارتي كان جاي من أتليت كمادرين بـ 50 مليون باوند فده في حد ذاتها أن كل محمد النيني يفضل في أرسنال للـ 8 سنين دي دي فعلاً أنا شايفها أنها مسيرة نجح بكل المقييس